السلام عليكم لبنات كديرين بيخير لبس عليكم كانت تمنى تكونوا بيخيروا على خير كيف لا تنسوا نشمال لايكات ديالكم وندخلوا في الموضوع اخر الكدابة ننسى يصيب اخرج البرح بوحد الفيديو هو الزوجة دياله اللي بدك الفيديو كيزيد ويأكدوا على انه اختيو اللفعة امو جوجريوس ما مريداش مرض شريس ما مريداش مرض خطير سريع الانتشار وكما هي وهمتنا وهمت المحسينين حتى حطولها خمسة وعشرين مليون بدك الفيديو كي يأكدوا على ان حتى هما بحالنا بحالهم وبالخصوص زوجة الاخ كيفاش حضرت ما رتخوها عليها لدرجة عارفين هك كدابة يا البنات قاتت لك قاتت ليها مني عرفتها مريدة قاتت لها صيفتها هي الوراق وصورتهم ليها الكدابة ديال صبوحة وصيفتتهم ليها صيفتتهم لمرتخوها وقاتت لك هي مرتخوها كانت عندها شي رون ديفهم حاشية طبيبة ديال شي حاجة اخرى وديك الطبيبة كتعرفهم مزيان مني مشات عندها سولاتها على ذوك الوراق وقاتت ليها اش نو مكتوف فيهم هذا دليل على انه ما شعب واحد نحن الناس البرانيين اللي ما كان عارفوك شو ما معاشرينك شو ما مشاركين معك طعام ما بينو بينك تصيلة ما انتقوش فك وشو في مرتخوك وخوك اللي من دمك ولحمك عارفينك تتكذبي شاكين فك كون ما كانت تشكفك مرتخوك ما غادش ديالوراق تقرين فقو نتخر فهمتون يا البنات هذا الدليل الاول القاطع على انك تتكذبي ثاني حاجة اخوك قال احنا قال استعدنا بان نرى الدول سيسات وعد هذا ولا كانت شي حاجة مع الوقت رغتبان لكان كذوب رغيبان كان صح رغيبان حتى هما ما عندهمش صح الخبار صحة الخبار ما عندهمش بانا يعني بيينوا في الفيديو باناهم بحالهم بحال المتابعين ما متأكديش ما باغينش يأكدوا الخبر ديال المرضى ديالها باش سرطان الشريس باش ما يهبطوش عليهم الناس حتى عارفين الحقيقة عارفين اشنو كاين كل خرجة تزيد تخرجي يا ابتي يا صباح كذوبي تزيد تأكدي على انك اكبر كذاب واكبر نصابة وانتسنوك اليوم في فيديو جديد انتسنوك في الفيديو اللي غادي تخرجها الطبيبة بغينا نشوفو اش من توضيح باقة غتخرج لنا هالطبيبة من بعد توضيح لخرجة الطبيبة اللولى كنظن غادي يكون غير اشهار بحال لي كان مش حال هادي وصافي اشهار بحال لي درتها الاخرى بحال لي اشهارت فقط الاخ ديال هالبنات والزوجة دياله البارح في الفيديو ديالهم كيهضرو 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 كيحسبو الكلام ديالهم كيهضرو 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 كيعسوا على فامهم اش كيقولو ما باغينش يدخلوا معها في هاك اراء وذك الشي وبالخصوص هم عارفينها اش كتسوا لان يومهم هاللي ولدات هالبنات وما كتعقلش عليها قدام الكاميرا كتنهصرها وكتخزر فيها وكتقمعها ما مرة ماجوج وهاتش قالوا للمتابعين ولاحظنا احنايا فما بالوك ما وراء الكاميرا واش هاللي كتدير هكا غطر حمخوها ولا مرتخوها ولا المحسينين هادرا الفعام بجوز ريوس يعني كتضرب وفهمتو لا حول ولا قوة الا بالله اه اه نازيها البنات ما هي الا كانت يعني ماشية لخلتت خرج بهذا الفيديو هذا ماشية لخلتت تحط يعني الوراق وتحط لا نازيها كانت غير نقطة اللي فيضت الكاس هي قطقتك بقول قناب يحركوو فيته حاجة عارفها راسي هش كانت سوا اش كتسواي ذا ما تهضرات عليها هادا نازيها هادا بش ناضطيه الكتجوب زا ما را هي لي قاصتني اما لخلين ما مصوقة يش اليوم غا تتسوقي بليه يقزيهلك وحالك وحتوالك تيبيين بأنك مصوقة وماهما تضرق الشمس ماكتدركش بالغربان لا تستطيع التعاليق من الناس درجاتك تبقى تمسحي 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 حتى تجعلها انا من اليمن انا من الارضن انا من هادي انا من هنا اللي مولفين في القصم لغاهم اللي في التعاليق عندي ست اولاد عندي هادي عندي هادي ما كيبقوش تعاليق ديولك كمتابعين لحقاش كل شي نازل عليك الراس وكتمسحيهم وملاقيك كديرك ونسديت التعاليق مني عارفة راسك انتي ما قداش البارح الاخ ديالها ومرتقوها خرجوا وقالوا واحد الكلمة ديال كنتمنا وميهبطوش عندنا الناس الراس من بعد الفيديو يعني كنتمنا وزع ما ما يجوناش حاجة سلبيين وانا غا نقول لكم من هاد الفيديو اراكم ازا تؤكدتو وهي اللي مبارتاج الفيديو ديالكم اراكم ازا تؤكدتو بانها ممرضاش مرض شريس سريع الانتشار وزا تؤكدتو ضربتو في الكلام دياله كامل اللي كتقول انتو ما قلتو العكس دياله ما قالتش البنات باننا راه انا ماجل العملية هي قالت باننا ماجل العملية لانا كينين اشياء خطير اخس نديرها وهذا بش ندير العملية العملية كتبقى هي التالية وهو ما شنو قالو قالوا لارا قالت بانا بغا تجرب داك شي ديال الاعشاب ودك شي ديال اسميت شو لحل الله يجيب الشيفة بالعملية شوفو دا بالتناقض شوفو كيف شكين اللف والدواران في الهضرة دياله انا الحاج اللي غادي نقول ديك مرت اخوها بينها مغلوبة على امرها مسكينها بينها ما كتبغيش لمشاكيل بينها كتبغي تتقار ودك نوع مغلوبة وفهمتو مزيلا لمرات كنت تعاون مع راجلها ولكن هي عليها الضغط بين عليها الضغط بزاف حتى في دارها و المسؤوليها الزاهية بزاف ديال الحويج ولكن انا نظارت بعد التساع صراحة ما عندما تدخل في دك شي بعد التساع مزيلا لان غا تخسر المستقية ديالها وخيطت الحقيقة قالت بان نارها فرشاتها ما فتباش بشي مرت اخوكو تضي وراق وتقريم هذا الدليل اول على انها ما تيقينش فك ما تيقينش فك عارفين بتتكذبي وممكن تديريها هادي بعدها هادي نقطة يحتسب لها البنات وسمعتوها فاش قالت مني قاتل قام ريضا ورعتني صدرها وقاتلها صيفت لي الوراق نشوفه صيفتتهم لي وكانت عندي واحد رونديفون مع واحد طبيبة ومشي توريتهم ليها وقاتل قواهرة هادا ساراطان ووه ولكن ما قالت الشريس ما قالت سرع الانتشار قالت ساراطان وصافي قالت وارام خابت وارام اولا ليفية كما كما قالت ساراطان وقاتل قادت تعليق ديلا قالت اولا ليفية كتتحيد بالعملية وليس يدارون خصومين يدارون العملية بشي تحيدوا ولكن مضر الواحد درجة انها تقدر تقتل الانسان وشعرت يا شنيه صاراطان الشريس صاراطان السريع الشريس راهوالي لما بطرتيش بيه تايب طربيك لما تحركتش ودرتيش حاجة عملية وشي ميول والأدوية وجري والحصاص لكي تقويه وتحيدي غاية بطربيك قالك الدهبة قالك تقول عندي شاريس وش راتيشنيه الشاريس وترا كتتويل على رأسك بأمراض خطيرة الله يحفظ لها الدرجة هذه وصلت بك الواقاحة يعني الكذوب وذلك القرآن بالمقلوب محلفتي فيه مادرتي بيتها حاجة وهذا القرآن حلفي في القرآن على أنك مريضة مارضة 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 مريضة بسرطان خطر شاريس سريع الانتش حلفي بالقرآن عليش حلفتين عليش ما حلفتين على حاجة هذ القرآن تتعاودي لنا يبيع لا نازيها القرآن تتعاودي وشدة تليفون فيه تحجب عكي الناس كنت مريضة بسرطان الشاريس كلها تقجي تراسك بشي زيفة لا تتعاودي تتعاودي ولكن المهم في هذا الفيديو الخرجة أخذها كانت خرجة سلبية بالنسبة لها ولكن إيجابية بالنسبة للناس المحسنين والمتابعين اللي شاكين تأكدوا يتأكدوا بأن رهت السيدة هذي ممرضة كيفما وصفتوا لنا وكيفما حطاتوا هذ المرض ما يستهلش أنها تجمع لي 25 مليون و تديرها في جيبها و عندها أورام ليفية في الصدر و تتعاودي و تتبع الريجيب بروتوكول كيف تتاكله حذر العملة من تتبع الريجيب بالتحديث و توجده و كيف تتتعاودي و تتعاودي و قائدت و قيادة حينما تتعاودي و تغير كيف حاضرة